ورجعنا لكم تاني مشاهدينا ونهارك سعيد ويا رب دايما نهاركم سعيد من فقرة التعليم بقى وزي ما سمعنا وشوفنا مع بعض إزاي نقدر نطور التعليم في مصر والمناهج والمدرسين ومنظومة التعليم كلها نخرج بقى من التعليم للاقتصاد الاقتصاد طبعا يعني لا يقل أهمية تماما عن التعليم لكن احنا النهاردة هنا هنتكلم عن البرصة وعن مؤشرات البرصة وعن الاقتصاد وأكتر وأكتر وزي ما بنقرأ كل يوم الأحداث السياسية والأجواء السياسية اللي احنا بنشوفها وبنقرأها قدية بتأثر على البرصة ومؤشرات البرصة والاقتصاد المصري والعالمي أيضا لكن خلوني الأول أراحب بضفتي الموجودة معنا في الستوديو الدكتورة باسانت فاهمي خبيلة أوراق مالية أهلا بحديك يا دكتورة أهلا بك يا فاهمي دكتورة النهاردة يمكن دردشنا شوية قبل ما ندخل مع بعض الستوديو وكلمنا عن حاجات كتير جدا لكن خلينا في البداية الأول نعرف إيه آخر أخبار البورصة الأسبوع اللي فات وهل في خسائر أم لا شوفي حضرتك طبعا إحنا شفنا بعد ما تولى الدكتور مورسي لئاسة الجمهورية لاحظنا على طول الردود الأفعال في البورصة إن احنا لقينا أن البورصة بتاعت ترتفع بارتفاعات غير مسبوقة الحقيقة وناس كتيرة سواء من الداخل أو من الخارج سواء كانوا أجانب أو عرب أو مصريين ابتدوا يرجعوا تاني يبقى لهم شهية أنهم يشتروا الأسهم وارتفعت البورصة جدا وفادلت الحقيقة ترتفع وتتزبزب بشكل طبيعي لكنها بتتجاوب مع أي تصرف يعني زي حاليك مثلا يوم ما حصل موضوع مجلس الشعب لقينا على طول البورصة بيبان فيها الناس لازم تعرف أن البورصة دي مرآة لأي تغير اقتصادي سياسي اجتماعي ثقافي محلي أو إقليمي أو عالمي فهي ميزان حساس لكنه سوك مهم جدا بالنسبة للكل أنا بس دايما أحب أطم من الناس بحدش ينزعج من انخفاض البورصة سواء الأسهم انخفضت أو ارتفعت السوك مفتوح اللي بيربيع بسرعة قد يكون شخص مثلا محتاج سيولة سريعة شايف أنه مش قادر يستنى في ناس تانية بتشتري منه شايفين العكس تماما لا يعني أصحة ديك محدش ينزعج لما البورصة تخسر ده انهيار لوحده لا 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 أبدا يعني أنا كشاب أو أنا كفتاة أو أنا كرجل أعمال حاطت دم قلبي وحاطت تلتربع صروتي أو نصا أيا كان المبلغ كبير في البورصة وأول ما بورصة تنزل ألم بيجي لنهيار عصب فإزاي نقولهم ما تنزعجش لأن الناس لسه مش قادرة تفهم هو إيه الموضوع أنت حضرتك بتدخلي البورصة ليه لو سألت نفسك السؤال ده عشفتي إزاي هي ناس كتيرة متصور لها أنها تخش البورصة عشان تكسب وتبقى غنية وتبقى مليونيرة ده وارد محدش قال لأ بس ده مش معناه أنه لازم يعرف أنه زي ما ممكن ترتفع ممكن تخافت مفيش حد بيستطيع أنه ينتظر بيخسر دايماً اللي بيخسر هو الشخص المستعجل عايز سيولة وداخل زي ما حضرتك تفضلتي أنا عاوز أعمل فلوس بسرعة مفيش حد بيعمل فلوس بسرعة لا في البورصة ولا براء البورصة اللي بيصير فلوس شوية في البورصة وما يكونش محتاجها يعني أنا رايح أحط مبيل معين في البورصة أنا مش عايزة دلوقتي حتى لو قاعد ستة شهور حتى لو قاعد سنة فأنا مش محتاجة دلوقتي هو أعتقد من خلال خبرتي في الحكاية أنه ما يفعلش حد يحط فلوس أنا حيزها بسرعة بعد شه تبقى الدابل أو تبقى التربل مفيش الكلام ده ده خيال ده خيال وبعدين مش منطقي طيب السؤال بقى يعني بس الأول يعني إيه للأسئلة اللي يعني هنتكلم عن أسئلة المشاهدين يمكن اللي هما لو أنا جاية لا لو عندك فقط البورصة اسألي واحد نتيجة بس هنرجع لها ده بس هنرجع لموضوع حلقتنا الأساسي في محللين كتير سياسيين وفي رجال اقتصاد كتير قالوا أن الصحة السياسية اللي احنا شايفنا والحالة السياسية المتأرجحة اللي احنا شايفنا دلوقتي بتأثر على الاقتصاد في مصر وخصوصا في البورصة على حفة الانهيار هل هذا صحيح أم لا لا اقتصاد على حفة الانهيار لا يعني ده كلام مبالغ في الحقيقة إنما هل ده بيؤثر طبعا الخلافات السياسية ده من أخطر الأشياء أنا ما خش أستثمر في بلد أو حتى إذا كنت مصرية أنا عايزة استقرار لأن المستثمر أنا ما يهمنيش اللي بيخش يتضرب في البورصة أنا يهمني شخص عاوز يجي يبني مصنع ويقعد 25-30-50 سنة لو هذا الشخص شعر إن ما فيش استقرار وطبعا بداية عدم الاستقرار هو الاستقرار السياسي إذا شعر هذا الشخص إن ما فيش استقرار سياسي في الأفق يبقى لا يمكن حيستثمر فطبعا أنا بأؤكد على يعني كافة القوة السياسية الحقيقة أنا شايفة أن الديمقراطية مش مفهومة كويس بس فعلا لما بيصل شوية مظاهرات واحتجاجات في مدان التحرير أو غيره من الميادين فجأة تلاقي البورصة المؤشر بتاعها نزل فجأة لو نزل قرار أو مثلا رئيس الوزراء قال الكلمة أو رئيس الجمهورية قال قرار معين في جهة معينة فجأة تلاقي البورصة صعدت صعود رهيب ينزلت نزول ده إشاعة ممكن توقحها وممكن ترفحها يعني فعلا يعني هل فعلا يبقى يعني في شيء من الصح إن خلافات الأحزاب والخلافات اللي على الساحة السياسية بتأثر فعلا على البورصة ومتأثر على الاقتصاد طبعا أنا فنتأثر للإستثمار وأنا برجو بقى الحقيقة القوى السياسية اللي ما يطلق عليهم لقب النخبة كفاية بقى يعني نتخانق زي ما احنا عايزين بس لازم نخلي بالنا إن في بلد في النص وفي 86 مليون مواطن مقدروش يعودوا يتفرجوا على سراعات سياسية كل الهدف منها في النهاية مين ياخد حتة أكبر من التاني أعتقد إن الموضوع ده حتى شكله مش كويس قدام العالم يجب بقى القوى السياسية تقعب مع بعض وتتفق على إن مصر هي نمرة واحد الشعب المصري 86 مليون اللي اداهم الحق إنهم ينزلوا ويتكلموا ويبقى لهم صوت لازم يشوفوا حساباته الحقيقة لكن نستمرين بالمنظر ده أنا لا أتوقع لا برصة تستقر ولا استثمار مباشر يستقر طيب بالنسبة للاجتماعات اللي قام بيها الدكتور الجنزوري كان عمل عدة اجتماعات ونقش فيها مشاكل استثمارات ووضع البرصة وشركات الطرق والكباري والمعاقين كل هذا إيه اللي حصل نفسي حضرتك إحنا عمليين أنا ساعد بحس كده كأنه كل واحد بيشتغل وحده دكتور مرسي السيد رئيس الجمهورية لما انتخب بأغلبية الناس اللي انتخابته حتى خمس نقاط أساسية المفروض أن الحكومة اللي موجودة حكومة تسيير أعمال إذا حبت أنها تشارك لازم تشارك في الخمس نقاط دي نعم إنما أنا بلاحظ أن الحقيقة بيتكلمه في موضوعات ملاش علاقة بالموضوع يعني إحنا بنقول عايزين رغيف العيش والتموين والكلام ده قبل رمضان ده موضوع مهم آه يعني ده في حدث وده مهم للحدث ده بزب انت النهاردة حضرتك برضو وزارة تسيير أعمال عاوزين ننضف عايزين نسلح المرور المرور أنا شايفة أن الحكومة اللي موجودة سحب تتكلم على موضوعات لا علاقة لها بالمئة يوم اللي هما أو العدد الأيام اللي هي مفروض مستمرة فيه أنا معرفش هي مستمرة قد قد يكون مئة يوم قد يكون شهر قد يكون شهر ونص إنما الأولويات هي اللي حددها السيد رئيس الجمهورية بلاحظ أن الحكومة تتكلم في حاجات تانية لو تتكلم في مشاكل استثمارات ماشي البورصة أوكي يعني ده برضو البورصة ده يا فندم هي شوكي حضرتك عفوا أنت لو حليتي مشكلة النظافة والطرق والمواصلات بأمانة والأمن أنت حليتي 80% من مشكلة الاختصاد ما هي إحنا لو حلينا المواصلات والكباري والنظافة نشتزم الكباري إحنا عايزين لنظافة والأمن يعني طرق ومواصلات والأمن وهتلاقي بعد كده فيها سلسلة هتلاقي بعد كده نروح للتعليم لا 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 بسي حضرتك بالمئة يوم إحنا لازم نحط بلان تأمين الصح يعني هتلاعرف حضيك ماشي ما قصدش يا قصد أنت عايزة فلوس ما فيش شك أن السياحة مهمة جدا ما فيش شك أن الاستثمار مهمة جدا الاستثمارات الاستثمار عايز طرق وعايز استقرار داخلي أمن السياحة عايز استقرار داخلي وعايزة شوية نظافة يعني مش معقول مش معقول بلد مش عافينا نظاف لا نعملهم الأول كويس ونبعد عنهم الشاحتين اللي أعرفينهم وما رحيب في أي مزار ليس شاحتين علىها بحضرتك يعني مصر بلد جميلة جدا نعمله كويس ويبقى المعاملة حتى المادية ما بقاش فيه برضو إسفاف في المسأل حاجة يزرعب بدولار ندهاله بعشرة دولار يعني برضو كان في الأول هنا الأخيرة كان فيه تصرفات غير لائخة كتير ما فيه تعرف حدثك واحدة صديقة ليه عربية عزها جدا اقترحت عليها اقتراح غريب جدا بسوا واقعي قالت لي ليه ما تعملوش يوم كلكم تنزلوا تنظفوا مصر اسمه يوم النظافة المصري كل الناس تنزل في الشوارع تنظف مصر عمل ده كتير جامعات أهلية عندنا لا يوم للبلد كلها الأعيب قوي ان احنا نبقى مش نضاف في القرن الواحد وعشرين يعني انا شايف ان الموضوع ده ما اتاخذ ببساطة خالص وهو عين لان عندنا مشاكل اكبر يا دكتورة عندنا مشاكل اكبر من كده بكتير الناس عايزة تأكل قبل ما تنظف عايزين يأكلوا ويرتاحوا ومن نضافة حضرتك تعملي بقى المشروعات المتناهية الصغر مع ان النضافة دي هتعود علينا بالصحة لا وتعملي مشروعات متناهية الصغر والدقسيم الزبالة ده مهد سعر والزبالة دي انا عايزة اقول لحضرتك الزبالة دي سعر ايوه بالضبط سنتيمين التنظيف هتعملي بعد كده مصانع صغيرة هتشغلي الشباب احنا بقى انا اكتر يجي من عشر سنين شفتي بقى حضرتك بنصدرها يا جماعة دول بياخدوا زبالة بتاعت مصر بياخدوا بيدفعونا فلوس عشان ياخدوها واكتر اكيد انا متأكدة اكتر دولة بتخرق امامها فاتمنى ان احنا استفيد منها بس ده موضوع كبير ممكن نعمل عليه حلقة بعد كده خلينا نرجع تاني لأخبارنا الممتاز السعيد وزير المالية خصص 25% من الحصيلة الدريبية لتطوير العشوائيات 25% من حصيلة الدرائب لتطوير العشوائيات متوقعا ان تصل حصيلة الضريبة العقارية لنحو مليار جنيه سنويا مليار جنيه ضريبة عقارية سنويا هي الناس هتدفع الدريبة؟ طبعا انما هي النقطة اللي عايزة اوجهها للسعيد الوزير ايش معنى 25%؟ انا مش عارفة وليه يعني انا ما اجي اقول انا هوجه 25% من الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات مش لازمي عندنا برضو نقول هنطورها في خلال 3 سنين 5 سنين عندنا كم عشوائيات انما ما اجي اقول انا خصصت 25% هل دي تكفي هل ما تكفيش المشكلة حضرتك ان التصريحات اللي بتطلع كلها شكلها حلو بس ملهاش ما نعرفش هم يقصدوا ايه ملهاش ارض على الوقت بالزبط يعني هو لو كان السيد الوزير قال مثلا احنا هنطور العشوائيات في خلال 3 سنين 5 سنين عندنا عددهم قد كده بيحتاج لهم مبلغ قد كده هنمولوا بالطريقة دي انما خدنا 25% ما جايز ما تكفيش وجايز زيادة هم اصلا عملوا دراسات على كم العشوائيات الموجودة عندنا في مصر طبعا اكيد المفروض وتتكلف قد ايه معنا انا كمشاهد او انا كمواطن مصري عادي لازم الاول قبل ما يقول لي ان انا خصصت 25% بالزبط من الدريبة العقرية اعرف الاول عشوائيات بلدي قد ايه قد ايه ومحتاجة مصريف قد ايه وحتعملها لي ازاي عشان اقتنع مع زمان كنا بناخد قرارات ومسلم بيها ونعديها شكلها قرارات بجارة قرارات سياسية لكن احنا حتى عندنا وعي لسه كنت بتكلم فقط لفتت ان احنا لا احنا بقينا نفهم احنا بقينا نفهم لا احنا بقينا نفهم لا احنا بقينا نفهم زيادة ما كانش عندك حرية قبل الثورة لا وكان الاول بيقولونا حتى ارقام مغلطة واحسائيات مغلوطة صح ولا دكتورة بسان صحيح فاحنا مكناش فاهمين فعلا يعني احنا بنفهم كشعب بس ما كناش فاهمين اللي بيعصر فاحنا دلوقتي عشان تقولي ان في هاخد 25% من الدريبة العقارية انا محتاجة كمان تقولي هل 25% دي هتقضي ولا لا بالصبت وهتغطي قد ايه لكن كلام مرسل الحقيقة زهقنا منه صح الكلام جميل جميل بس منوش منطق طيب يعني حداك مش مقتنع بالكلام ده لا لا انا عاوزاي يقولي يعني انا شخصيا كواحدة مصرية يهمني موضوع العشوائيات لان ده استقرار مصر على فكه بيقولوا استثمار لو ما فيش استقرار اجتماعي ما فيش استثمار الصورة قامت لان ما فيش استقرار اجتماعي المصريين مشواخدين حقهم وفي ناس عايشة في العشوائيات اكتر من 40% من شعب المصري تحت خط الفقر ده حاجة يعني حضرتك غير طبيعية طيب انت حضرتك بتقول خط قرار لطيف انت والوزارة طيب قل لنا بقى كمل قولوا والله 25% دول هيخلصوا مع مشكلة العشوائيات منطقة معينة مثلا نحس حتى الناس بعدها امل ونبتدي مثلا نبقى فيه خط تتعامل هنبتدي مثلا بمنطقة كذا وبعد كي هننقل على منطقة كذا حتى كالمصرين يستعدوا ان بيبتدي فيه تطوير نحسوا ان فيه حاجة بتتعامل يعني تدريجي عارفة حيك لو عملوا كده كل الناس هتساعد هتساعدهم كمان انما هي المشكلة انكما بتيجي يطرحوا مشروع تبقي نفسك تساعدي بس ما هنديكيش تفاصيل فتقولي ما يجعز يخطل فلوس وما نعرفش تروح فلوس اهو ده بقى لانا قلت احنا منبقاش فهمنا عاوزين تفاصيل يعني ممتاز انه يتكلم على والحكومة اللي قبلها واللي قبلها كلهم يتكلموا على عشوائيات ما حادش عمل حاجة ما حادش عمل حاجة يعني مش عايزين نبقى محبطين بس نحن دائما لا مش محبطين بيبقى عندنا بنحاول نشحن نفسنا بطاقة ايجابية للحياة طيب هبط سعر اليورو مبارح الى ادنى مستوياته خلال عامين امام الدولار واللي عرفوا كمان ان حصل كمان هبوط في سعر الده ايه ده اقتصاديا شوفتي حدد الاوروبا وضعها صعب جدا جدا لحقيقة لانه محتوط لهم خطة تقشف الشعب مش راضي عنها زي ما شوفتي ببارح الاعتصامات والمظاهرات في اسبانيا وقبلها في اليونان يعني اوروبا مشكلتها كبيرة جدا ولسه ما تحلتش ومشتها مش هتتحل قريب عايزة شوية وقت فانا اعتقد ان انخفاض اليورو والتبعية الدهب كل دي مشاكل لان الاقتصاد الاوروبي هو اقتصاد كبير يعني احنا لو جبنا حبينا نقول اكبر اتنين في العالم اقتصاد الامريكي واقتصاد الاوروبي فده لما بيتهزأ كله بيتأثر وبالتبعية اليورو طبعا خفاض اليورو ده مشكلة بالنسبة لدول كتير بالنسبة لدولنا زي البلاد العربية زي اليابان زي الصين هي مشكلة كبيرة لخفاض اليورو طب ما فيه ناس في الشارع المصري يقولك طب ما احسن انه هو ينخفض عشان الجنيه مصري شوي بقليه قيم رد حضرتك يعني حضرتك ده موضوع تقيني ما دي اراء بقى ما دي اراء بردو يعني انت عايزة الجنيه بقى قوي لازم اقتصادك يبقى قوي مش ان احنا نقعد ندعم الجنيه ونقول الجنيه قوي يعني انا ضد دعم الجنيه على الاطلاق طب حدريك لما بتسافري برا وبتروح في اي مكان ما بتحسيش ان الجنيه من مصري ده قيمته ولا اي حاجة ملياش قيمة يعني اليورو لما تروحي اوروبا اي اليورو يسوع ايه لا يسوع ايه للجنيه المصري ما احنا دايما بتقاري الجنيه بتاعنا باي عملة اجنبية مزبوط بس عايزة اقولك ان احنا معذورين احنا عندنا مشاكل ضخمة بس دي كتلة كبيرة ازاي تتهز الهزة ده لان هي ما كانتش مترسح حقيقة والتحاد الاوروبي ده اتحاد نقدي مش اتحاد اقتصادي لشان كده حصلت لهم المشاكل الجامدة طب سريعا كده دكتورة وقتنا خلص كنت عايز عاف رأي حضرتك في الملفات اللي لازم يبدأ فيها رئيسنا محمد مرسي فيه معالجتها للنهود بالاقتصاد المصري في مصر ايه الملفات المهمة الخمس نقاط الأساسية شوفي حضرتك الخمس نقاط اللي قالهم دول أساس بعدين لازم وراها علاقتول نعيد النظر في السياسة المالية والسياسة النقدية طول مهمين جدا عشان تقدري تعيدي بناء الاختصار احنا عزين أسماء خلاص احنا وقتنا خلص ايه الملفات المهمة من وجهة نظر دكتورة بساند الزراعة وما يوصلنا على الزراعة الصناعة الصحة والتعليم طول مهمين جدا النقل والمواصلات والنقل ده منظومة النقل مش نزلنا شوية أوتوبيسات حللنا مشكلة النقل لا ده قطارات أوتوبيسات ومن أول التوك توك اللي مش عاجب الناس وبالتريعه طول النهار لغاية الطيران منظومة النقل كلها عايزة إعادة النظر فأنا أتمنى إن الدكتور مورسي لأنه بنتكلم استثمار احنا عايزين نضافة منظومة نقل واستقرار داخلي وما دول أهم الحاجة طيب بشكرك جدا دكتورة بساند فاهمي خبيلية الأوراق المالية بشكرك جدا ومورسي ونورتينا النهار ده في نهارك سعيد شكرا لكم مشاهدي مشاهدينا خلصت فقراتنا وإحنا كاي خلصنا خالص خلصنا خالص لسه فاضي فقرة لسه معانا فقرة بس خلصت معانا فقرة الاقتصاد والبورصة وأتمنى تكون معلومات فادتكم في حياتكم ونشوف الاقتصاد مصريح فين ويا رب ان شاء الله على خير لسه معانا فقرات تاني فاصل ونواصل نهارك سعيد اشتركوا في القناة